اذا عندك تجميعة انتل جديدة بمعالج جيدة 13 بدي منك هلأ تروح على برنامج الجي بيو زي وتتأكد اذا هو شغال على 8 او على 16 اكس وتكتب لي تحت بالتعليقات السلام عليكم و اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة وبالفترة الاخيرة يا جماعة وصلني كتير اجهزة للصيانة بمواصفات فعلا جبارة عم تحكي انت عن معالج 13900 كي كروت من 4070 تي اي لحد 4090 ومعظم هون كان عندهم نفس المشكلة اللي هو التعليق او التهنيق المستمر للجهاز ببعض الاحيان عملي يكون فيه كراشات وببعض الاحيان عملي يطلع شاشة زرق عملت كتير بحثات عن الموضوع واختبارات لأكتر من 12 جهاز من ضمن على فكرة تجميعة القناة الرئيسية وطلع عندي ثلاث حلول بس طبقتهم اتهت المشكلة من جذورها والحمد لله وممكن كمان اصحابين الاجهزة يأكدو لنا هذا الشي بالتعليقات تحت اذا كانوا عملي يشوفوا الفيديو على الورقة والقلم وعلى حسب تصميم المعالجات واللوحات يمكن ما تكون منطقية بالنسبة لألك يعني الاموري اللي عملي تصير او حتى الحلول اللي انا بدي اعتيك اياها بس خاصة انه انا اتأكدت من المشاكل انه هي عملي تتكرر على اكتر من شخص لانه عملي الريبورتات على موقع ردد فاللي عملي يصير هون اولا بالنسبة تقريبا لخمسة واتمانين بالمية من لوحات انتر الجيل 13 خاصة اللوحات اللي هي بتدعم البيسي اي الجيل الخامس اذا كان لكرت الشاشة او اذا كان للمعالج لانه هيدور القطعتين يا جماعة عملي يتشاركوا نفس المسارات اللي هي واصلة على المعالج يعني تفسيل اكتر للحالة اذا انت كنت موصر لم يفرق اذا كان جيل رابع ولا جيل ثالث على اول منفذ مباشرة تحت المعالج ومن الطبيعة اذا انت موصر الكرت الشاشة على المنفذ الاول من منافذ كروت الشاشة اللي هو المطلوب يستخدم 16 مسار من المعالج مباشرة بس النتيجة عملي تطلع لك على برنامج الجي بيو زي 8 اكس بس يعني اللي هنه 8 مسارات يعني بهيد الحال انت عندك الكرت هو مستغل بس 8 مسارات من اصل 16 والبقية عملي يتشاركوا مع التخزين هلأ بالنسبة لأي كرت تحت كرت 4090 الفرق بالاداء هيكون تقريبا بين 1 ل 3 بالمية اداء اضعف طبعا على 8 اكس هذا الشيء اتاكدت منه بالاختبارات اللي انا عملتها بنفسي على كرت 4080 على العاب جدا متطلبة من كل النواحة اذا كان في رام او تطلبات تانية على دقة 4K و 2K على اعلى اعدادات ممكن تعطيها للعابة حتى كمان مع تتبع الاشياء على الارتي اكس على الترا هتلاقي الكرت شغال بنسبة 100 بالمية الوضع كله تمام الحرارة تمام مافي مشاكل بس عدد الفريمات منخفت تقريبا بين 1 ل 3 بالمية صحيح انه هيدا النسبة مانا كتير كبيرة ما هتفرق معا كتير بالالعاب يمكن هتلاقي انت بين نسبة تقريبا 6 10 او 11 فريم طبعا على حسب اللعبة كم فريم هي بتاعتك بشكل عام بس عن تجربة انه هيدا كان واحد من اسباب التعليق اذا كان باللعبة او اذا كان بالجهاز بشكل عام احيانا كانت عمرتك رشاة وتطلع من اللعبة بدون سابق انذار وحتى كمان باختبارات الرندر واختبارات الاداء بشكل عام نفس النتيجة كاينتي هي من خفضة تقريبا بين 1 ل 3 بالمية هيدا النسبة على كارتة 4080 ونزول بالنسبة لكارتة 4090 ستبدأ انت تلاحظ فرق اكبر بانخفاض الاداء لانه متطلبات كارتة 4090 واداءه على 8 اكس لا يعطيك اياه بشكل كامل لازم هو يستغل ال 16 اكس لحتى انت تقدر تاخد اداء كارتة 4090 بشكل كامل طيب شو الحل بهيدا الحالة ممكن انت تكون استنتاجته من اللي انا حكيته فوق بس ببساطة خلينا اعطيك اياها بتروح بتفك التخزين من السلوت الاول يلي هو بكون موجود تحت المعالج مباشرة بتخليه بواحدة من السلوتات يلي هن الجيل الرابع يلي بكونه او بضهر او بخلف كارتة الشاشة او تحت كارتة الشاشة مباشرة يلي هي بتكون موصولة بنهاية الموضوع على اللي تشبست مش على المعالج ومطعة لها لانه التخزين عندك ما هي خسار شي من الاداء نهائيا بالسرعات لا بالريت ولا بالريد ولا بالقراءة ولا بالكتابة هتبقى سرع توقع على نفس مهيلة لانه هو اساسا مش متأثر بهذه العملية كلياته هو التأثير نحنا عمالي يكون على كارتة الشاشة مش على التخزين ودير بالك من شغلي كمان كتير مهمة اذا انت شخص فلوزك زيدة او عندك مثلا اربعمائة خمسمائة دولار بجيبتك ما عارف شو بدك تعمل فيهن حابب تروح تشتري تخزين من الجير الخامس لانه صار موجود متوفر حاليا هيشتغل معاك التخزين متل ما قلتلكم تمام بدون مشاكل حتى كمان هيشتغل على الجير الخامس بس هتكون عندك المشكلة بكارت الشاشة اللي هيشتغل على 8 اكس ومحتقدر تعالجها لهيدا المشكلة الا اذا رجعت فكات انت التخزين الجير الخامس ركبته على الجير الرابع يعني فيه خسارة فلوس بالموضوع بشكل عام وعملية الجير الخامس بشكل عام على المنصات الحالية مهي الا فترة اختباراته وصراحة انا بمسحك انك تستثمر فيها نهائيا بالوقت الحالي مع العالم كمان انه اسعارا جدا نارية عبر لك اربعمائة خمسمائة دولار حق التخزين فمبزن اساسا انه حدا هيشترين بالوقت الحالي وهي دا الحديث يا جماعة تحديدا على منصات انتل لانه منصات اي ام دي وضعها تمام من ناحية المسارات ما فيها مشاكل فيك توصل انت التخزين فيك توصل كارت الشاشة وضعك كل ايته تمام من دون مشاكل لنروح الا على الخطوة التانية اللي كمان انا طبقتها كانت واحدة من اهم اسباب الشاشة الزرقه من وقت للتاني وكانت احيانا ان الجهاز من بعد ما يعمل ريستارت او تحمل مثلا تطبيل اللعبة بتطلب منك انت ريستارت حتى ترجع انت تشغلها مرة تانية الجهاز عمالي يشتغل يضو المراوح ضو اضاءة الارجي بي الوضع تمام بس ما عمالي يعطي صورة نهائيا هون المشكلة عمالي تكون من الرامات وكمان اللي حخبرك انا عنه هون هو عن تجارب وما حقلك انا نفس اللي قلتلك ايه بالمرة الماضية تغير بالرامات لا الوضع هون مختلف تماما عن اللي كنا عمالي نحكي فيه بالمرة الماضية هون جهازك شغال تمام انت فايت على الويندوز وباللعبة اساسا بس عطاك شاشة زرقة عمالي ريستارت بطل يرجع يدور مرة تانية يلي عمالي يصير هون كمان يا جماعة انه اللوحات والمعالجات الجديدة اي نعم انه هي بتدعم رامات DDR5 ولسرعات عالية جدا فوق السبعة وسبعة تلاف ومئتين وارقام جدا عالي يعني بس لحد اليوم وانا بقدر اكدلك على هيدا الشيء انه رامات DDR5 بعدها مش ناطجة بنسبة مية بالمية انا ما اقول انه انت ما فيك تستعملن لأ بالعكس فيك تستعملن وفيك تشتغل فين تمام وحتى تجميع القناة من يوم اللي عملتها من اول السنة وضع جدا ممتاز طول ما انت شغال تحت سرعة 6000 ميجا ترانسفير بالثاني هلأ ممكن تكون منصتك انت شغالي عادي فوق السرعة ميجا ترانسفير معمل اتواجه مشاكل يمكن تطلبك انت للجهاز او ضغطك للجهاز ما عمل يأثر كثيرا على موضوع سرعات الرامات بس انا عمالي بعتيك الحالات كلياتي اللي انا واجهتها وانحلت من بعد ما قللت انا سرعة الرامات لأي رقم تحت سرعة السرعة ميجا ترانسفير وخاصة خاصة انا هوني عمالي اكد ومجبور انت اصلا مضطر انك انت تقلل من سرعة الرامات اذا كنت مستخدم اربع حبات رامات على الاربع سلوتي اللي عندك على اللوحة وبأحجام كبيرة فوق الاربع وستين جيبي بهذا الحال انت حتتطر انك تخفض سرعة الرامات لتقريبا لحدود الخمس تلاف واذا كنت واصل المئة وثمانة وعشرين جيبي بدك تنزل تقريبا لحدود الاربع تلاف وشي اربعة تلاف واتممية اربعة تلاف وستمية بهذا المعدل حتي يشتغ معك النظام ويكون الجهاز بشكل عام ماشي بسلاسة تشغيل وطفة اه وما يطلع لك شاشة زرقك رشاد يكون الوضع كله تمام خلينا نروح على النقطة الاخيرة واللي هي تحميل الويندوز وانا عارف انه معظمكم بيعرفوا خطوات تحميل الويندوز تروح تجيب الملف من الانترنت من مايكروسوفت تتحمله على الفلاشت تعمله تسطيب على الجهاز عندك كل هادور الامور ما حوقف عنده كتير بس بدي اعتيك انا هوني كم نصيحة اذا اتبعت انتوا عمالي تسطب الويندوز من دون مشاكل ومن دون تعليقات مع المستقبل ممكن تطلع لك اول شغلة كل الاقتراحات اللي بيعطيك ايها الويندوز وقت التسطيب اذا كانت الامور الاعلانية اذا كان الجهاز بدكير الجايمينج كل هادور يلهم 8 او 10 اقتراحات بيعطيك ايها الويندوز ما الا ولا اي امن لازمة وما بنصحك انك انت تفعله نهائيا حطهم كلهم على الوف وكمل حياتك طبيعيا والشغلة التانية هي ما الا علاقة بالبرفورمانس بس انا وقفت عندها حتى تكون انت عارف اذا حبيت انك تعمل فورمات بالوقت الحال انك انت تحمل على فلاشة تانية تعريف الواي فاي او الانترنت عندك بشكل عام لان معظم اللوحات من بعد ما تعمل الفورمات ما هتتعرف على الانترنت لحتم تحمل التعريف الخاص بالانترنت يلي هو الخاص باللوحة عندك تالت شغلية اللي هون هي اهم من كل اللي نحنا حكيناهم قبل بخصوص الويندوز تحميل الدرايفرات اذا اللوحة اللي عندك كانت من شركة اسوس بتروح هون مباشرة على برنامج الارموري كريت بتحمل كل التعريف مرة واحدة والسلام عليكم الوضع حيكون تمام لانه هو اساسا بر البرامج الثانوية اللي هي بنزلك يهون اي برنامج عادي لانه بلوحات متل جيجا بايت ولوحات متل ام اس اي بهذا الحال بنصحك انك انت تروح على موقع اللوحة نفسها وتحمل التعريف وحدة ووحدة وترجع تروح تسطبن عندك على الجهاز لانه غير هيك برامج ام اس اي وبرامج جيجا بايت او اي لوحة تاني هيسور يحملو لك امور وتطبيقات انت ما لك لازم فيها نهائيا ممكن كمان يحملو لك تعريف اديمي ممكن انه هي تسبب لك كونفلكت او تضارب مع القطعة نفسه اللي ركب عندك على الجهاز اللي بنهاية المطاف هتسبب لك بطء وضعف بالويندوز او بالجهاز عندك بشكل عام ومن بعد ما تخلص كل هذه دور الامور بتروح على ماي بي سي رايت كليك بترجع بتروح على الديفايس مانجر حتى تتأكد انه ما فيه ولا واحدة من هدار القائمة اللي طالعين قدامك في حده علامة استفهام يعني معنات انه كل الدرايفرات تمام ما فيههم مشاكل كلاتهم متعارفين صح اما اذا كان في شي واحد منهم فيه جنب مننا علامة استفهام بهذا الحال بتاخد انت اسم القطعة اللي تروح على الاد او ريموف بروجرام وامسح كل البرامج اللي ما لها لازمة برامج الويندوز احيانا بحمل لك ايها انت ما بكم بتستخدمها نهائيا ممكن انه هي تسبب تقل على النظام عندك بشكل عام اللي هي غالبا بتكون برامج خفيفة بس افضل انك انت تمسحها وتبلش الويندوز عندك على نظافه لانه طبعا الويندوز 10 والويندوز 11 بنزلك شوية امور ما لهم لازمة وممكن انهم بس يعملوا لك عبق على الجهاز عندك بشكل عام حاول انت وعماري تمسح مدق نهائيا ملفات النظام نفسه مش يعني اذا شفت لك شي ملف ما عجبك شكله او اسمه ما كان على مزاجك تروح ماسحه يعني وماسح النظام معه لانه طبعا بتصير بتسبب مشاكل للنظام عندك بشكل عام ومن بعد ما تخلص كل هالحافية اللي نحنا عملناها حمر البرامج اللي انا خبرتك عنه قبل فترة بفيديو نزلت يمكن تقريبا من حوالي ثلاث اسابيع او شهر هترك لك يا انا بالاي فو وبنهاية الفيديو في شوية برامج بتحملهم عندك على الكمبيوتر حتى تختبر اداء الجهاز عندك بشكل عام والنتيجة بتطلع لك بارقام واضحة بسيطة ما بدا يعني قراءات وما بدا انك انت تكون متعمق بالكمبيوتر حتى تعرف القراءات تاخد بس هيدور الارقام اللي ترعولك بتقارن النتائج لتقريبا نفس تجمعتك او نفس معالجك او نفس كرت الشاشة اللي عندك بالنتائج اللي عندك اذا كان من القناة عنها او من اي قناة تانية عربية اجنبية مطرح ما بدك المكان اللي بتوسق فيه قارن هيدور الارقام اللي طلعوا من تجمعتك مع الارقام اللي انت بتشوفها اللي عندك اي مشاكل وعجزة عن حلها بتاع على الديسكورد بازن الله حتكون امورك كلاتها محلولة لانه بس هيك يا جماعة هدي هي كانت حلقة سريعة مختصرة بتمنى انك انت تكون استفدت منها تعطيني اللايك وتشترك بالقناة وتفعل زير الجرس وبشوفكم اذا اراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم